أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاح المضاد لفايروس كورونا جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بوزيرة الصحة والسكان هلزايد لمتابعة إجراءات تلقي العاملين في القطاع التعليمي للقاحات المضادة لفايروس كورونا وكذلك تطعيم باقي المواطنين وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الصحة خطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للقاحات المضادة لكورونا مشيرة إلى استمرار تسجيلهم وتلاقيهم للقاح حتى شهر سبتمبر القادم كما أشرت وزيرة الصحة إلى أنه تم زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزا على مستوى الجمهورية بالإضافة لتخصيص مركز لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية ترجمة نانسي قنقر